اشتركوا في القناة جدلاً واسعاً بين المتابعين بعد انتشار مقطع فيديو لمجموعة من المعلمين في وصلة رقص على مركب نيلي أثناء تواجدهم في رحلة نيلية نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة وأصفرت الوقع عن إحالة خمس معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية بعد التحقيق معهم بالشؤون القانونية بالمديرية طبعاً الفيديو أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين واللي رفضوا ظهور المعلم بهذه الصورة اللي اعتبروها بتسيق لهيبة المدرس معانا دلوقتي الدكتور واقل نجيب مدير التعليم الثانوي العام بإدارة غرب المنصورة ورئيس اللجنة الاجتماعية وإرق حالات والمصايف بنقابة المعلمين أول المنصورة هيوضح لنا أكتر تفاصيل الوقع أهلاً بحضرتك دكتور واقل محمد أحمد نجيب مدير إدارة التعليم الثانوي العام بإدارة غرب المنصورة التعليمية ورئيس اللجنة الاجتماعية والرحلات بدقابة المعلمين أول المنصورة أهلاً بحضرتك حضرتك كنت موجود وقت الرحلة فعايزين حضرتك توضح لنا أكتر تفاصيل الوقع تمام حضرتك هي الرحلة حضرتك ضمن برنامج الرحلات بتاعة نقابة المعلمين أول المنصورة طلعنا رحلتين قبل كده قاهرة وبورسعيد كانت دي الرحلة التالتة القاهرة كان برنامج الرحلة هي الهرم جولة نيلية في النيل وبعد كده يروح مول وبعد كده يروح الحسين جمع الحسين مشارعة المواس روحنا لزرنا الهرم وكله تمام ركبنا روحنا عن الجولة النيلية المركب بياخد متين حد تقريباً احنا مية وخمسين طبعاً تعرف حضرتك يعني لازم الجولة نارية ساعة ياخد يكمل العدد اللي فيها حمولة المركب بيبقى في عدد معا فاخدنا المية وخمسين وكمل رحلة تانية كانت موجودة أوتوبيس بقى عدد المركب تم تشغيل اللي بيسوء المركب بيحركها عددوا ديجيه جنبه كده قاعد يشغله وبدأت الناس طبعاً ناس قاعدة على المركب وكان معايا زوجتي وبنتي وبنت الصغيرة ساقفوش ليلة وطلعين رحلة تنام ومش عارف ايه فبدأوا يتفعلوا ويساقفو تمام قام ناس من المجموعة اللي هناك ترقص وقام نجاس من المجموعة اللي هنا ترقص كان اللي طلعت من هنا ترقص كانت الاستاذة بزهرت ودي طبعاً تعمل بالعمل الطوعي بقى لها 3 سنين ولا تتجاه يعني ما تخدش اجر عليه وقام احد الناس طبعاً بالتصوير وعمل تزوي مع الفيديو كأنه داخل يتصيد خطأ وبدأ انه هو يسرب الفيديو لاشخاص ويتدول الفيديو بهذه الطريقة بطريقة موسيقى للسادة المعلمين والسيدة المسكورة يعني نقابة المعلمين بتنظم رحلات بشكل مستمر أيها دا عاملة طول يوم جمعة بالزبط الرحلة كانت امتى؟ عشرة اتناشرة فاندن من شهر يعني من شهر آه شهر ولسه ظهر قصارها دلوقتي لأسباب ما عرفهاش طبعاً فالرحلة طبعاً لما طلعت عشرة اتناشرة وقبلها كانت رحلات نجحة برسعيد ست اوتوبسات صاداها عمل لان احنا في النقابة يعني في خلال استلمناها 15 تسعة لحد دلوقتي عملنا حاجات ما تتعملش في عشر سنين فطبعاً كان عندنا نزبط بقى الناس بتشتغل ازاي؟ ابدأ بقى عداء النجاح يهدم فيك زي اي حاجة في الدنيا عايزين نوضح اكتر للناس الفكرة انتو طلعين رحلة بس المركب عشان يكمل العدد بيكون عدد منكم اللي هو ال 150 شخص المركب بياخد 200 200 شخص كان منكم انتو كمعلمين 150 150 وباقي افراد المركب ناس عدية آه رحلة تانية رحلة تانية آه وصلة الرأس بقى ايوه 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 الوصلة بتنسبل وصلة الرأس طبعاً اللي المتصور داع في الصور ده مش معلم اللي هو يعني بتحزن ده بعتذر في اللفظ اللي كان متحزن اه ده مش معلم ده طالب 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 تابع رحلة طالع فاشاف الناس بيتهرس وبت الوزخص عادي في المركب ايوه فاشاف الدي جي شغال وداس بترقص ام برابط اللي تقع زي اي حاجة رحلة طالب في جامعة طالب في جامعة مش اكتر من كده وفعلا زي ما في ناس استغرابة الواقع في ناس برضو قالت ان دي رحلة طرفهية وده شيء طبيعي جداً يعني فان المعلمين وقصارهم مفيش طالبة ايه تسار زهر في الفيديو قدامك المادام قاعدة قدام سيادتك وبنتي الدكتورة وبنتي الصغيرة وقالوا بسقافهم كان كل معلم مع قصرته اه وهي كان الاسازة اللي كان معا ولادها قدام طفل تمام؟ ويه فوق بي انا بقى الدنيا تقلبت وتشهير وبتاعك انا انا مش مركب عام في وسط النيل في مفتوح في دنيا مفتوحة فكرة بقى المعلمة المثالية المعلمة المثالية زي ان المعلمة المثالية تظهر بهذه الهيئة ممكن توضح لي اكتر موضوعات سيدة المذكورة لم تقرم مثالياً التكريم للضوابط احنا بنحطها في النقابة بنعمل ايه؟ احنا بنبعت استمرر كل مدرسة استمرر نقول لهم يا مدرسة رشاح واحد او رشاح معلم تمام؟ المدرسة بتجمع مجلس ادارة وتختار المعلم ده تمام؟ تمام بعد كده بتجينا الاستمرارات بنحط الكشف طيب الحفلة دي فيها اكتر من 121 مقرم وفيها ضيوف اكتر من 700 انا كنت عامل فريق تنسيب الحفلة دي كانت قبل الرحلة؟ بعد الرحلة برحلة باسبوع بعد الرحلة باسبوع تمام اعملنا فريق التنسيب انا كنت رئيس فريق التنسيب فريق التنسيب ده بينصق العمل يعني ايه بينصق العمل؟ تعرف حضرتك؟ انت عليك حاجة وانا عليها حاجة هنعمل كذا وهنعمل ليه؟ لانا الضيوف 700 انا مش عارف اوقف ادي لكل واحد درعه ادي كل واحد وشاحه فكل واحد مختص بعمله تمام فاكتبعنا كعمل تطوعي دعمل الحاجة دي كتنسيب وهي كان من ضمن الفريق المنصق وايه السيدة اللي ظهرت في الفيديو التروس مش معلم لأنها منفعش تكارة معلم لأنها بالحصة لأنها بالحصة تمام فطبعا المنصقين ناس بيجتهدهم عملت طوعي وأنا كنت معهم منصق معهم كفريق 11 واحد بنشتغل لوجه الله حابين العمل الاجتماعي ببناء عليه إديناها شهادة مكتوب عليها معلم مثالي لخدمتك أو لتفانيك في العمل مش مكتوب عليها معلمة مثالية يعني دورها تنصيقي مش معلم طبعا أثار جدل وتشويه وبيكرموا إزاي واحدة بترقص والكلام ده المشهد ظاه بيظهر سيدة مع رجل الرجل مدرس والسيدة مدرسة عشان كده هو أثار بنت وبعادي ما هو أبص حضرتك اللي ظهر في الصورة ده مش مدرسة ده طالب عادي طالب قولت جارة طالب كان حضر الرحل أيوة فاني أنت عارفة طلبة الشباب بقى أيوة وبتاعة جمعة بقى وبتاعة وكده وبعدين منواقفة سقف مع مراتي وولادي هاكولتلي أولاد حضرتك كانوا متواجدين أيوة فاني في الفيديو عندك زوجتي السيدة حنان الجهري وبنتي دكتورة سلمة وبنتي ملك كانوا موجودين يحكوه لكم لو في حاجة شفاغل قدامك هاهم أنا عايز أعرف بقى حالة المدرسين اللي كانوا متواجدين على المركب يعني يعني عايز أعرف حالتهم دلوقتي بعد اللي حصل ده طبعا كل طلعين مستقين جدا ومستعدين يجوا معايا بتحقيق يقولوا ان ده أمر طبيعي يعني كلهم طلبوني في التليفون قالوا لي احنا معاك في أي حاجة احنا مكناش بنعمل حاجة فلا يعني هو ده يوم التشيير اللي حصل ده يوم أجازة يوم جمعة في رحلة من شهر طلعين نهارك طلعين نفك عن نفسنا وانا هادرحكم سلوك إنسان وانا قاعد اقول له لا ما تعبلش انت حضرتك لو ماشى في الشارع واحد عمل سلوك خارج تدري تكلميه اقول لي كنت مالك انت وبعين برضو احنا خلنا قرار تفكر كده سكت عملت قرار جيت تاني يوم الرحلة هبعطولك قرار رقم خمسة بتاع الاجتماع قلنا يا جماعة برضو علشان الشكل العام وبتاع لازم ناخد إجراء ايه قلنا لدول الناس دي تطلعش رحلات لمدة سنة و ننبه عالناس بعد كده اللي بوش شاركين في أي رحلة يتقروا على السلوك مش اقترب كده ما مقدرش أفرض عليه اللي بواردو مقدرش بطلعش رحلات خالص لانو ليه عارفة ليه بيتقصب مرتبة أربعة جنيه النشاط دا بيعود عليه تاني يعني حضرتك انت خست القرار ان يبقى فيه رحلات بس يبقى فيه ضوابط ضوابط اه للشكل العام انما ده سقف وطب العادي ان انا ايه ايه المشكلة في يوم اجزت في يوم جمعة ان انا ايه اخد ولادي وغاعمل تغير جوا ايه المشكلة والفيديو ما ظهرش ان فيه أسر واظهر مدرسين مع بعض لا وقاله فيه طلبة قاله فيه طلبة كمان هي لا رحلة مدرسية ولا رحلة طبع إدارة كانش فيه طلاب لا يا فدم مفيش طلبة بتطلع في رحلات دي الدقابة هي رحلة للمعلمين وأسر يبقى هنا عندي لا إدارة تعليمية ولا مدرية التربية والتعليم ولا أي جهة تمام والمعلم بيدفع فلوس ومش طلب يبلاش دفع اشتراك ودفع لبراطو مرافق ودفع لأني لا حد تسمح بطلعه مرافق فأنت ممكن تتخذ أسرتك معاك بس اللي بيفرق إيه بيبقى العوض ومخفض شوية في الفلوس والمرافق اشتراك عادي لأنه ملوش دعا ده الموضوع يعني ناس ألت المدير واقف والمدرسين واقفين يعني يعني العنوان ظهر أظهر الفيديو بشكل محدد والناس تدولته يا فدم أنت لو بصت على الفيديو الصور مركبة الفيديو مزوم يتدخل بالزوم يعني حد عايز يعمل دربك ليه علشان دي ناس فريق عمل بتغى وجه الله مجلس صدرات الدقابة سيد زعد الفؤاد وسيد صدر المرسي وسيد محمد سعد وسيد زمان قدر وكل مجلس صدرات الستاشر اجتهدوا وعملوا الضمير في شهرين من خمس شهر تسعة أظهروا الدقابة في أحلى شكلها وأنا عايز أقول لسياتك على حاج عندك أربعة وخمسين مدرسة بيهما اللي تبالي النقابة اختر أي مدرسة ونزلي أقول لهم نقابة المعلمين الأول من صورة عملي 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 معكم هما اللي هيردوا عنه اختر أي مدرسة سواء ابتدائي إعدادي سنة وعام سنة وخاص لغات أي حد من الأربعة وخمسين مدرسة قبل مدير قبل معلم عملي معهم أقول لهم النقابة دي من يوم ما مسكت عملت إيه إنما بقى علشان فريق إحنا جيبناه منصقين وأنا كنت معهم منصق أنا كنت واحد من الناس بيشتغل معهم بس مش عايب إن أنا قاف أشتغل في العمل التطوعي أنا أقول لك حضرك على حاج طبعا قالي قد بني كرسة على المنصة والله العظيم تلاتة سبت المنصة ونزلت أعد مع زملائي وإخوات المنصقين علشان نقدم للناس يعني أحلى حاجة إنهم يشوفوا الحفلة بأجمل شكل وده واضح عندك في الفيديو وواضح بس للأسف فعلا فكرة التشيير يعني تشيير من الناس وبعدين وبعدين بتقولي الواقع عليه من شهر أيو وبعدين تعالي بقى هنا كمان مين المنصقين دول العشرة دول أنا رئيسهم قامت وهنات يعني مش ناس قليلها أولا النهاردة ما قولك أقولك أستاذا مهار تعالي ساعديني علشان هنعمل عمل إفنت كويس بتقول لي عندك رغبة بتقول لي حاضر أنا أجي معاك ما عندكش رغبة بتقول لي لا الناس جات حفو خب أأذيهم جات ناس عايزة تخرج العمل بشكل جميل بروح الفريق أأذيهم لا أقولهم متشكرين كتر خبا أكيد فعن الشخصيات اللي كانت بنواجد على المركب دباتي حالتها النفسية سأيبعت الله حفظ طبعا 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 وبعدين أصلا القصة كلها أنا شاف إنها يمطر فيه عادي جمعة يمطر فيه عادي جمعة من شهر من شهر حضرتك من عشرة اتناشر إيه المشكلة وأنت النهاردة بتطلع مع أسرتك رحلة عايزة تستجمي تقضي جو وتشمي شوية هوا تفكي عمل الأسبوع إيه المشكلة عنتي بس شكرا لحضرتك هتكلم دلوقتي مع زوجة حلاجة متواجدة برضو حلاجة معي زي حضرتك ممكن هكتبديها الماي ها هاي كنت متواجدة طلعت تستجمي أنا كنت متواجدة في الرحلة نعرفينا بنفسك الأول أنا حنين الجهري موجه تربية مسترحية في إدارة غرب المنصور أهلا بحضرتك أهلا بيك كيلي بقى إيه ما حصلت إحنا كنا طلعين رحلة عادية خالص يوم جمعة وزي مع الوائل من يوم عشرة اتناشر يعني بقى إلا حوالي شهر دلوقتي الرحلة كانت مشي حلوة جدا جاءت الفقرة بتاعت المركب جاءت الفقرة بتاعت المركب قعدنا دي جي يشتغل حد كان بيرقص من المجموعة الثانية وفي حد من عندنا أم رأس اللي هي الأستاذة اللي أمت رأست وكلنا على المركب كنا مبسوطين ومنسجنين كان الفيديو في هذا أظهر أنت كنتوا يعني في جو جو حلو جي على فكرة وجو جميل وكلنا كنا عاديين مبسوطين وبينسقف ومبسوطين ما كانش دي شي تفجه وكويس واليوم كان عادي جدا ويمطر فيه ولا في أي حاجة خالص وتفاجئنا بقى بالتصوير والتشهير وعلى فكرة اللي صور الفيديو دا واللي شهر بالأستاذة الرأسة دي هو المفروض يتعاقبه هو المفروض يتحاسب مش حد تاني شو الله الحق يزمر وكنا يعني سعادة بوجودة مع حضراتكم نعرضة وبنتمنى يعني الحق يرجع أيام كم كنا معكم مشاهدينا من مدينة المنصورة بمحافظة أدخلية نقلنا لكم تفاصيل وقعة الفيديو اللي انتشر لمجموعة من المعلمين وهم في وصلة رقص على مركب نيلي أثناء تواجدهم في رحلة نبية والدكتور واقل نجيب مدير التعليم بإجارة التنوي العام بغرب المنصورة ووضح تفاصيل الواقع شكرا لكم على حسين شكرا لكم على المشاهدة